السلام عليكم حبيباتي كيف ديرين اتمنى ان تكونوا بصحة وعافية يا رب اليوم جيت اجبت لكم معي وصفة رائعة اي وصفتين سريعتين يعني في في زيادة الوزن بطريقة طبيعية وبطريقة جميلة بزاف ومنتظمة يعني منطقة بمنطقة فصراحة هاد الوصفة الاولى اللي غاد ينقدم لكم جميلة جميلة بزاف وكتساعد في زيادة الهرمون الانتوي وكذلك بالنسبة للوصفة التانية فهي عبارة على مشروب اللي غاد ينوريكم الطريقة ديالتو فهو بسات 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 بزاف وكيساعد على زيادة الوزن خصوصا الي استعملتو هاد الوصفتين اللي غاد ينقدم لكم معا فغاد نعطيكم طريقة تحضير الوصفة وطريقة استعمال لها فممكن تستغنوا على واحدة فيهم ماشي مشكلة انا يعني بجوج كيعطو النتائج جد جد فعالة وجد سريعة فمهم بينسبة المكونات قبل ما ندوز المكونات فانمرجو ملكم متبخلوش عليها فدعموني باللايكات ديالكم باش نزيد نستمر في القناة ديالي وكذلك ما تنساوش تخليوا لي تعليق باش نعرف الاراء ديالكم وغاليا نقدر نجو كل واحدة لقدر الاستطاعة وكذلك البنات اللي اول مرة يشوفوا الفيديو او ليشوفوا القناة ديالي ما تنساوش تشاركوا في القناة بالضغط على زر الشرك او سبسكرايب تحت الفيديو وتفعلوا الجرس باش بقاو تصدر بجديد ديالي اوتوماتيك مهم فمنسبة للمكونات او المكونات او المكونات اللي غادي نحتاجه الكاوكاو او الفول السوداني باللغة العربية بنسبة الناس اللي ما غاديش يعرفوا الكاوكاو ارهو هذا فكما كتعرفوا معي يعني كيحتوي على اه نسبة عالية من البروتين والسؤولات الحرارية واللي كتخلينا يعني نزيده في الوزن ديالنا بشكل طبيعي وبشكل اللي هو ملحوظ فهو بتالي كي يعالجني لنا حافة عند التناول دياله بشكل يومي ومستمر اذا انه تناول غير معلقة كبيرة منه يعني خمسة مرات اصبعين راه كافي بزيادة الوزن ونسبة الدهون في الجسم وبالتالي يعني كتزيد الوزن بطريقة ملموسة وملحوظة والمكون الثاني هو اللي غادي نحتاجه هو الحلب المطحونة فالحلب المطحونة تهيارة معروفة عندش لا فوائد بزافة للجسم فمنسبة البضور الحلبة هي كتحتوي لفوائد علاجية كتيرة ولها اهمية كبيرة لجسم ديال الانسان وكتستعمل في العديد من الوصفات لتسمين وزيادة الوزن بنسبة الاشخاص الذين يعانون من النحافة الزائدة يعني كتساعدهم هاد الحلبة في تخزين الطاقة لانها كتحتوي على الاستروجين الطبيعي وبالتالي كتعمل على زيادة الوزن بشكل يعني واضح وملموس رائع بثاف وبنسبة الهرمون الانتوي فيه المؤخرة والارداف والصدر كذلك نحن ذكر هاد الاستروجين اللي هو مناطق الانتوية اللي اذكرت ليكم فيها المؤخرة والارداف والصدر فطلب الاخت يمكن ما بقيت عقل على دائرة في الاسم ديالها نور الهوضة مهم لكانت كتسمعني راهية كتسمنا الفيديو وكان اعتقدر لك اختلازي ازاراني تعطلت عليك بزاف سمحي لي يعني اربع يام دبت قريبا ما بقيت حطيت تشي فيديو حتى اليوم مهم مهم راه هاد الوصفة يعني غات نفامهاك حاولي تستعملها لانها رائع بزاف كما اذكرت لكم لانها كتحتوي الى الاستروجين اللي هو المعالم انتوي ذي البنت اللي انتي كتقلب لها يحتاجوا كذلك المكسارات بنسبة لي انا متواجدة عندي اللوز والقركاع هو اللي غاد يستعمل في الوصفة فمهم هاد ورها معروفين انهم كيحتوي الى زيوت طبيعية مهمة للجسم الانسان وعلى الاميغا تروى النباتي على الكثير من المعالين والفيطامينات اللي كتساعد الانسان على زيادة وزنه لانها كتزود الجسم بالطاقة الكامنة مهم فانصحكم بالوصفة لانها انا مجربة مني انا شخصيا صراحة اجبتني اجبتني بثاف ورائعة وزوين عند النتائج كما اقول لكم نتائج فعالة ومضمونة وكذلك غاد يحتاجوا للعسل فملعقة واحدة من العسل كتمد الجسم ديانا بالكثير من عاصر الغذائي المهمة ومفيدة له فملعقة صغيرة منه كتحتوي على 90 سعر حراري فبنسبة للناس اللي يعني عنده احد الجدول كما كنقوله جدول معين غذائي كيديروه باش ينقصوا الوزن ديالهم فلا يسمح لهم بتناول العسل لانه هو كيحتوي على سعرات حرارية كتير كتير بزاف اللي هي كتساعد الجسم على زيادة الوزن بسرعة ملحوظة أو بسرعة بشكل واضح يعني فبنسبة للطريقة ناخده الكوكاو او الفول السوداني ونعملوه بشي مقلات تكون تقيلة بحال هاد المقلات يعني اي منزلك ضروري كتصف في هاد المقلات القدام للولاد يعني تقالات وصحاحات مهم ونخليه حتى يتحمر لنا مزيان بين سبال الى كان عندك يعني ما مقليش انا قليته وما غداش نحيد لي القشرة دياله وغد ينخليها لانا نكتشف من بعد من الفيديو اللي حطيت لقشرة اكتشف ان صحراويات كيستعملوا بالقشرة دياله لانا عند فوائد كثيرة وغنية بثثاف مهم غد ينخلي حتى يبرد من بعد عدد وغد ينطحنوه في مولينكسينة غير نهار مشوصافي لها الشكل كيف ما كتشوفو معايا حصلت علي من بعد ما تحنته بسرعة يعني الوصفة توجدها في عشرة دقيق توجدها بزربة ومقصارات دياله راتحنتهم يعني تحان الكميلي غد ينستعمل تقريبا مقدار يكون متوازن هما هذو وكذلك الحلبة تحنت منها تقريبا ملعقة كبيرة فادابا غد ينضن نوجد الوصفة ديالتي اللي غنية بالفوائد وبالفيتامينات وبالمعادن وبالسعرات الحرارية كل هذا يعني كيساعد في زيادة الوزن بطريقة سليمة وبطريقة صحية وامينة وكتعطي للجسم ديالنا الطاقة الطاقة اللي كيحتاجها يوميا وكتساعد بطريقة زيادة الوزن يعني بشكل طبيعي لانها وصفة طبيعية طبعا كيفما تعودنا مهم غد يعني نوضع المكونات في شوية على هات الشكل يكون شوية متسع انا كما كتشوفوا معي يعني كنظن انه ما غادي شي قدني على المكونات ديالي غادي يعني نعود نقلب المكونات في شوية تبصيل باش هكذا نتمكن في مجزن زيان مكونات ديالي باش ماش بقاش يعني ما مخلطاش مزيان كما كنقولوا يعني خلطها مزيان حتى الجانس ليا موهيم غادي يعني نوضعها في تبصيل لها كي يكون شوية كبير باش نصيب راحتي في التحرك والبنات انتو ما راكم عارفين يعني فاش غادي تتخلطوها شي حاجة ليشكون شوية واسع وصافي فموهيم غادي نخلطها قبل ما ننضيف العسل غادي نخلط مزيان دك الحلبة ديالتنا والمكسارات والكوكو او الفول السوداني موهيم غادي نخلطا زيان من بعد دبا عدب ش غادي نضيف عليها تقريبا ملعقتين كبيرتين من العسل إلا كان عندكم العسل الحر فمن أحسن يعني غادي تكون وصفة رائعة بالساف لأن العسل الحر كي يحتوي لسعرات حرارية كتير أكتر من العسل يعني العادي اللي هو مصنوع غير مصقر عادي فبالتالي يعني كي يساعد بطريقة يعني سريعة على زيادة الوزن موهيم مش المشكلة يمكن نستغنوع علي وبنسبة للبنات اللي ما كيتناوش العسل ما يمكن ليكم ما تستعملوش العسل يعني صاف تخلطو غير هاد المكونات وتعملوها في شي سوب بيرا او شي بواطا كتتحكم في الإغلاق وتخلوها عندكم يعني تخزنوها تبقوا تستعملو منها يوميا ندرون مقدار تقريبا ديال الصيمانة اللي غدي لكم صيمانة ومال الثالي لكم تعودوها تاني تصوبوها وغد يتلاحظوا الفرق يعني موهيم غد يتلاحظوا النتيجة تقريبا يعني فوق أسبوع إلى داومتي الى يوميا وبشكل منتظيم فغد تلاحظيني وحد تغير وحد زيادة يعني موهيم تغير رغت تحسي بالفرق موهيم غد ينخلط مزيان مع ذاك الملعقتين ديال العسل فأنا غدا نعطيكم طريقتين يمكن لكم تناولو غير يعني هكا وحده تقريبا يعني ثلاث ملاعق في اليوم وعلى حسب الرغبة إلا كنت تبغي تزيد في الوضنية لك ممكن تتناولي كتر من ثلاثة المعالق ماشي مشكلة أنا وصفة طبيعية وغني بفوائد الفيتامينات فمنسبة الطريقة ديالها يمكن تناولوها كاك اللي ما بغاش تاخدوا مع الحليب أو ممكن تناولوهم مع الحليب منسبة لي أنا غدا نوضح تقريبا ملعقة كبيرة منه من هاد المقصرات وهادو في كس ديال الحليب حال هذا وغدا نخلط مزيان وغدا نقعد معا نشربوه على الصباح على الصباح على الراق أو للبنات يعني تديروا الطريقة الأخرى يعني انتموا اختيار ديالكم أنا بديكم اختيارين وصافي منسبة لي أنا غدا عفوا نسمحوا لي يا بنات مشي على الراق يعني مرى للفطور لأنه غدا تناولي هاد الوصفة غدا تحسي براس كش بعتي وما غدا تناولي الوجبة الرئيسية طبعا ومنسبة لي في الليل يعني غدا تناوليه قبل ما تعش الشاي يعني كاسف الصباح وكاسف الليل أو لا تمكنك تناولي ثلاثة المعالق في النهار على حساب الاختيار ديالك وبنسبة للوصفة الثانية غدا نحضر الوصفة الثانية اللي هي سهلة سهلة بالساف وممكن تضيفوها مع الوصفة الأولى يعني تهيئة دخلوها في روتين ديالكم يعني اليوم اللي بغدت تحصل على نتائز يعني نتائج اللي سرية سمحوا لي البنات فديروها الطريقة اللي قلت لكم او ممكن يعني تكتافيو غير بوحدة كافية اللي انها كتعطي نتائج اه كافية يعني باركة بلما تحتاج تديرو الجوج وصفات مهم غير انا نعطيكم هاد الوصفة اللي انا يعني جربتها واجباتني بزاف مهم مزلية انا حالي يعني جربتها يعني ما كانتش يدارها الحمدلله عجبتني بزاف وعطتني نتائج مهم غدي نحتاج ملعقة كبيرة من الحلبة طبعا تنقوها ضروري لانه كي تكون يعني فعل اوساخ وتغسلوها مهم غدي نختيئنا اي كاترول على هاد شكل ونوضع فيه تقريبا كاز ديال الماء ونضيب علي ذاك الملعقة ديال الحلبة ونخلط مزيان ونوضعها بفوق النار هذه احتيت بلية تغير لون يعني تقريبا غير جدقائق لكي تربخ ذاك الماء وتغير اللون يعني ما بقاش لو الماء ولا اللون شوية صفر كما كتشوفوا معي في الصورة سوف ينصفي هاو المشروب هالمشروب غدي نشربه تقريبا يعني مرة في اليوم اوجوش المرات على حسب الرغبة كما قلت لكم في الاول فيديو على حسب يعني تزيدي في الوزن يعني بالسرعة دغية دغية ممكن تزيدي في الكمية ليس مشكلة لانها طبيعيين لا تدرك متى شي حاجة غير حاجة يجب ان تشربها على الراقم يعني قبل ما تفطري الحلبة وفكر لكن تريد ان تتبعي الحلبة تشربها قبل الراقم فمهم هذا وما وصفات اليوم كانت تستفيد منهم وصفات طبيعية ومجربة فعالة ومضمونة لزيادة الوزن بشكل طبيعي ممكن استعمالها كبار وصغر لانها تعود الجسم بالطاقة وكد تساعد في زيادة الوزن بشكل ملحوظ وملموس اخيرا الموقع ليه ما نقول لكم الا تحلو ليه فراسكم لما تحلو ليه فراسكم ما كلي تحلو فيكم هذه مقولة دي ما ديروها فراسكم وما تنسوش وما تبحلوش عيه باللايكات ديالكم فهي المتابة تجيلي للقناة ديالي لانني يعني كندرب تمارا في المونتاج واني في الفيديو خاصة اللي كان طوي يعني تمارا باش كنجيو نفاصل فيديو فما تبخلوش ليه باللايكات ديالكم وتخلو ليه تعالق او اي استفسار او اي اقتراح باش نعرف اراء ديالكم وما بقى لين نقول لكم الا استودعكم بالله الذي لا تضغوا دائعون نشوفكم في حلقة جديدة مع وصف جديدة ان شاء الله